لا يزال فيروس كورونا موجود بيننا ينتشر الفيروس من خلال الرضاد على شكل قطرات صغيرة على سبيل المثال عندما يعطس أو يسعى الشخص لديه أعراض أو مصاب بالفيروس وهذه القطرات لا تبقى أو تطير أكثر من مسافة مترين لذلك يبقى خطر الإصابة بالعدوى على مسافة مترين يجب أن نتساعد ونستمر في الحد من انتشار العدوى ومن الأفضل قضاء الوقت الإجازة أو العطلة الأسبوعية مع العائلة أو الأصدقاء خارج المنزل في الهواء الطلق ومرعاة تباعد المسافة بيننا مسافة مترين تذكر أن تغسل يديك بشكل متكرر عند ملامسة الأشياء إذا كنت مريضا أو تشعر بأي أعراض ابقى في المنزل واطلب المساعدة أو الرعاية عند الحاجة لمزيد من المعلومات التواصل مع نتمنى لكم إجازة صيفية سعيدة